في إعدادات متقدمة للطاقنة أنا دلوقتي عندي أو قنوات توزيع مختلفة هل قنوات التوزيع المختلفة دي بيتم تسعيرهم كلهم بشكل واحد أكيد لا فبالتالي المفروض يكون عندي أو خوارزمية لتسعير المنتجات أنا بحط المنتجات بتاعتي على الميتا سرش بسعر بديها للبي تو بي بسعر بديها للكوربرت بسعر بديها للناس اللي ربطة معي من خلال الاكسامال بسعر آخر وهكذا فالسيستم أو خوارزمية التسعير دي بتمكنني من إن أنا أعمل ده من خلال متغيرات كتير جدا ممكن أعملها بخطة طيران ممكن أعملها بالسعر ممكن أعملها بالسوق فخوارزمية أو تكنولوجيا التسعير ده برضو بيبقى من الحاجات المتقدمة جدا اللي بيتم تصميمها بشكل خاص وبرمجتها بشكل خاص ومختلف علشان يناسب طريقة التسعير بتاع الشركة طيب لو أنا عندي أكتر من آيات أو أكتر من أوفيس آي دي برضو نفس الشيء مش كل الأنظمة بتقدر تدعم إن أنت يبقى عندك أكتر من أوفيس آي دي أنا عندي أكتر من جي دي اس بقى أصلا شغال عليهم شغال مع أماديس شغال مع سيبر شغال مع ترافل بورت نفس الشيء دي بتبقى أنظمة متقدمة قادرة على احتواء مثل هذه التكنولوجيا اللي ما بتبقاش متاحة ومتوفرة بشكل تلقائي عند ناس كتير فأنت قبل ما تبدأ في تطوير الـ Online Travel Agency بتاعتك أو قبل ما تقرر أن أنت خلاص هي دي الشركة اللي هشتغل معها أنت إيه اللي استراتيجي بتاعتك أنت هل أنت عندك خطط توسعية ما هي قنوات التوزيع اللي هتشتغل من خلالها عندك آيات أكتر من آيات أولا لا عندك أكتر من جي دي اس عايز تربط معه أولا لا هل هيبقى عندك رغبة في الربط بشكل مباشر مع خطوط الطيران نحن شوفنا ده مهنس كتير بتبقى عايزة تربط عنده كونتريكت مع فلاي اديل فلاي ناس فعنده عايزة يربط مع الـ API بتاعهم بشكل مباشر وهكده فالاستراتيجية بتاعتك بتساعد شركة البرمجيات أو الناس اللي هتعمل النظام بتاعك تطوره أنهم يعرفوا أنت اتجاهك راح فيهم بالزبط وإيه التكنولوجي اللي هتبقى أنسب بالنسبة لك وبكده احنا نكون انتهينا من القسم الخاص بتكنولوجي الطيران وكيفية الربط مع الجي دي اس وإيه أهم النقط اللي انت وكما يبدأ الـ Online Travel Agency بتاعته انه يخلي باله منها موسيقى موسيقى موسيقى